نزيد من المتابعة معنا من تونس الكاتب والبحث السياسي بلحسن اليحيوي سيد بلحسن أهلاً وسهلاً بك على سكاي نيوز عربية هل تبدو مهمة الرئيس قيس سعيد سهلة لمواجهة بارونات الفساد نعم مساء الخير في الحقيقة يعني هي مهمة كل تونسيين وليست مهمة الرئيس قيس سعيد لوحده ولكن لنكن واضحين وصرحاء أيضاً هذه المهمة من أصعب ما يكون الفساد الآن الذي أحدثت له أكثر من هيئة بل وأحدثت له وزارة لمكافحته لم تنجح كل هذه العيئات وكل هذه الوزارات في تحقيق شيء يذكر والآن هناك مبادرة من لدى الرئاسة الجمهورية تتعلق على الأقل باستعادة الأموال المنهوبة الأموال التي هربت خارج تونس قبل 2010 والعمل في هذه الهيئة أيضاً ليس سهل لأن الآجال تقرب عن الانتهاء ولا يمكن بعد مضي عدد معين من السنين أن تطالب تونس باسترجاع هذه الأموال المنهوبة يعني تصبح هذه الأموال في حكم المعدوم مسألة الفساد ومسألة ارتباط الفساد بالفساد المالي أقصد بالفساد السياسي أصبحت معضلة كبرى في تونس الكثير من الموجودين في صنع القرار السياسي والموجودين في الكتل الحزبية والكتل الممثلة برلمانية هي من أرست قواعد للفاسدين بل وضعت قوانين لحماية هؤلاء الفاسدين بل وأصبح هناك ثمة ارتباط عضوي بين الفساد المالي والفساد السياسي ورئاسة الجمهورية بما تملكه أو بما يمنحه لها الدستور تبدو أعجز من أن تتمكن من مقاومة أو مجابهة كل هذا أستاذ بن الحسن اسمح لي على المقاطعة هل نتوقع تفاعل مؤسسة الدولة التونسية حديث هنا خصوصا عن البرلمان والحكومة مع هذه المبادرة نعم الآن ظاهريا طبعا لا يمكن لأي جسم سياسي سواء تحدثنا عن الحكومة أو تحدثنا عن البرلمان على الأقل أن يجاهر بعدم رضائه أو بعدم قبوله لهذه الهيئة ولهذه المبادرة ولكن حقيقيا وواقعيا عندما نعود قليلا إلى الوراء نجد أن حكومة إلياس الفخفاخ إنما أسقطت لأنها رفعت شعار محاربة الفساد وجعلت الفساد أولوية وليس أدل على ذلك من سقوط رئيس الحكومة بسبب شبهة فساد ما حدث ومنذ أن تولى هشام المشيشي رئاسة الحكومة الجديدة تغيرت الأولويات أو هناك من تحرك أصابع الإرهاب أو الأدوات الإرهابية لتغيير الأولويات ولتصبح محاربة الإرهاب هي الأولوية بعد أن كانت محاربة الفساد هذا مما يعني أن سمت ارتباط بين الإرهاب الجماعات الإرهابية وبين الفساد المالي الذي هو مرتبط أساسا بالفساد السياسي مع وجود كتل سياسية ممثلة في البرلمان تساند هذا الإرهاب أو تحاول تبرئة هذا الإرهاب هناك ارتباط كبير بين الفساد المالي والفساد السياسي والإرهاب وبالتالي المهمة تبدو صعبة وصعبة جدا في غياب إرادة سياسية حقا من جميع الصلاة التنفيذية والتشريعية ورئاسة الجمهورية في حالة تلكؤ كل هذه السلطات سيد بل أحسن إلى أي حد يمكن للمجتمع المدني وأيضا النشطاء ووسائل الإعلام دور كبير في الوقوف خلف الرئيس قيس سعيد وبالتالي كشف كل هؤلاء الفسدين نعم الآن يقع طبعا على عاتق الإعلام أساسا وقبل كل شيء لأنه الصانع الأساسي للرأي العام في تونس لفضح هذه التجاوزات وللوقوف وراء قيس سعيد أو على الأقل للوقوف وراء مبادرة قيس سعيد حتى إن كان ثمة اختلافات حول شخصه وطبعا المجتمع المدني الذي عمل طويلا على مكافحة الفساد وعمل طويلا ضد قانون المصالحة الإدارية التي أقرتها حركة النهضة في خمسية 14-19 وعمل كثيرا لمجبهة وموجهة الفساد الآن هناك دور كبير يجب الآن على هذه القطاعات السياسية أو على الدولة في تونس أن تدرك أن أحد أسباب الإنقلاب أو الثورة على نظام بن علي كانت تتعلق بالفساد وبالتالي أن الفساد لا يمكنه أن يحمي نفسه فضلا على أن يحمي أي سياسي كان أو أي مجموعة سياسية أو مجموعة حزبية كانت الآن كل الأمال معلقة على المجتمع المدني وعلى الأعلام قبل أن تكون معلقة على أي مبادرة من أي أحد مكونات صنع القرار السياسي في تونس حتى إذا تعلق الأمر برئيس الجمهورية الذي تبدو على الأقل نواياه صادقة وصادقة جدا ولكن النوايا الطيبة على الأقل لوحدها لن تكفي سيد بن لحسن أيضا إشارة رئاس الجمهورية إلى أنه سيتم فضح كل من يضع رقيل أمام لجنة الفساد إلى أي حد هذا سيكون عامل مساعد على عدم التلاعب بهذه الملفات باختصار لو سمع نعم أنا فاتقادي عند الحديث عن الفضح أو الحديث عن الكشف نحن في حاجة إلى أدوات لتقديم هذه الحقيقة إلى الناس هذه الأدوات تكون أدوات إعلامية قبل كل شيء هل تمتلك رئاس الجمهورية هذه الأدوات الإعلامية الكافية والقادرة على إيصال الصورة هذا أولا ثانيا عندما نتحدث على رئاس الجمهورية نتحدث عن منصب حساس ونتحدث عن إكرهات ونتحدث عن ضرورة أنه ليس بالإمكان قول كل ما ندركه أو كل ما نعرفه أعتقد طبعا أن هناك هذا التهديد المبطن لكل من يقف في وجه الإرهاب ولكن وبصراحة في تونس الجميع يعرف من هم الفاسدين ويعرف من تتعلق بهم ليس شبهات فساد ولكن عمليات فساد أكيدة ولكن لا أحد يجرؤ على تسميتهم بالاسم أو على الإشارة إليهم بصورة واضحة وإنما دائما اعتدنا الحديث عن أطراف وشخصيات وبعض الجهات دون أن يتمكن أي سياسي كان أو أي أحد كان من أن يقدم لنا الأسماء بصورة واضحة وبصورة جالية شكرا جزيلا لك أستاذ بالحسن ليحيوي الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من تونس شكرا لك